مديرية الجحاف واحدة من مديريات محافظة الضالع التي تقع في أعلى المرتفعات الجبلية بالمحافظة سنوات من المعاناة والحرمان يعيشها سكان هذه المديرية في ظل غياب تام للحكومات المتعاقبة والتي تمثل هذه الطريقة في جلب المياه إلى القرية شاهداً على الأوضاع التي وصلت إليها حالة السكان يوم يوم الزعين تضاريس المنطقة الجبلية ضاعف من معاناة الناس هنا ما أجبر الكثير منهم إلى مغادرتها بحثاً عن الخدمات الأساسية من شبكة كهرباء وغيرها من الاحتياجات الضرورية نحن في هذه المنطقة خصوصاً في مديري الجحاف كل سنة وتذل عانيناها دخل المنطقة يعني هي اللي أجبرتنا أنها نبحث عن وسيلة ما يوصلنا هذا المشروع كان حلم كل إنسان داخل القرية فرحة لا توصف عاشها سكان قرية شذان بوصول شبكة المياه إلى خزاناتهم والتي أتت كفكرة لأحد أبناء القرية بالتعاون مع مجموعة من المغتربين خارج البلاد لكنها فرحة ظلت ناقصة لعدم اكتمال المشروع أتت الفكرة من معاناة أبناء القرية حيث أن هذه القرية نائية لم تحصل على كفاية من مشاريع الدولة وكانت ظروف قاسية الماء كان من مكان بعيد يعني حوالي 2 كيلو بأسفل القبل كان الناس يعانوا الحمير النساء القرية يعني تحصل على مشقة لجلب الماء للبيوت عبركم ننادي أهل الخير لمن لديه القدرة على استكمال المشروع لأنه بحاجة ماسة إلى استكمال المشروع ليست هذه القرية الوحيدة التي تعاني من المياه تبقى قرى عديدة في المناطق المحيطة بحاجة ماسة له ليبقى الحلم بالوصول إلى قطرة مياه نقية هنا أشبه بالمستحيل تبقى مشكلة انعدام المياه إحدى التحديات التي تواجه أغلب سكان هذه المناطق ليبقى التساؤل الأبرز بين الأهالي متى ستلتفت الجهات المعنية إلى احتياجاتهم محمد مريسي قانت بلقيس محافظة الضالع محافظة الضالع